ورأى مراقبنا أن بغداد والأحزاب غير قادرة على إنهاء هيملة إيران واستطاعت إيران أن تحول البلاد إلى جزء من الحرب الدائرة لذلك من السذاج القول أن واشنطن راضية على أداء حكومة السودان وبيّنوا أن واشنطن قليقة من تنم الميليشيات والدولة العميقة وهيمنتها على المؤسسات وهو ما دفع أطراف شيعية إلى إرسال رسائل إلى أمريكا تؤكد عدم قدرة بغداد على مواجهة النفوذ الإيراني وإيقاف التهديدات ضد شخصيات سياسية من قبل فصائل تابعة لطهران وأضاف أن الهجمات في أبو غريب والرمادي تؤكد بدء الأمريكيين بالرد داخل العراق